مع هذا نحن نسعى من الجانبين حتى الحضور لأن مهمة رئاسة الاتحاد الجزائري لكورة القدم نحن في أمس الحاجة للالتفاف إيجابي لتطوير كورة القدم الجزائرية والخروج من بعض الأخطاء التي لا أقول بأننا سنصلح أخطاء الكورة الجزائرية وعلى الأقل نكون لدينا الطموح ولدينا المشروع والنظرة على أن نصحح ونطور للمنظومة الريادية وخاصة كورة القدم في الجزائر أما فيما يخص الفريق الوطني أعتبر أن الطريق مختصر لأنه مختصر نظرا لشخصية المدرب لأنه يتكفل بكل صغيرة وكبيرة فيما يخص الجانب الفني للفريق الوطني ونحن بدون شك نسعى لأن الفريق الوطني يكون في نصق تصعدي ويمشي دائما إلى الأمام ولا نجعل أنفسنا بحكم أننا داعبنا كورة القدم يوما ما وكنا مسيرين في كورة القدم نظن بأننا نستطيع أن نعطي نظرة فنية للناخب الوطني هذا سيكون بعيد وبعيد جدا مدام اختصار الطريق لأن لب الموضوع هو الفريق الوطني كيف الفريق الوطني يصل إلى أهدفه ويبقى دائما طموح لأن الشعب الجزائري يتنفس كورة القدم واليوم نحن في هذا العالم السرعة بحيث الأخبار تنتقل بسرعة وبسرعة جيدا فما علينا إلا أن نكون نزهى ونكون لدينا الإرادة ونحاول أن نعطي ما تعلمناه طيلة مشوارنا في تسير على الأقل الأندية ولهذا المرة نحاول إن وفقنا لا أقول الحب هناك انتخابات وهناك صندوق سيفصل ما بين المترشحين